اشتركوا في القناة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية بان الرئيس السيسي اتدى دعم مصر لمورتانيا وثقته الكاملة في حسن وفاء الرئيس المورتاني بمسؤوليات رئيسة الاتحاد مشيرا الى استعداد مصر لتقديم ما لديها من خبرات في هذا الصدد للاشقاء في مورتانيا بما يعزز العمل الافريقي المشترط على مختلف المستويات من جانبه ثمن الرئيس المورتاني اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي مشددا على حرص بلاده على التنصيق والتشاور الدائم مع مصر في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين وغرى في هذا الاطار تناول العلاقات الثنائية بين البلدين حيث اكد الرئيسان مواصلة فتح افاق جديدة للتعاون بما يتفق مع تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع الكيني بحضور الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي كما استقبل رئيس سيسي وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني برياسة النائبة اليسيا كيرنز رئيسة لجنة مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد ادمبار دوالي وزير الدفاع الكيني بحضور الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار الدكتور احمد فهمي ان الوزير الكيني نقل تحيات الرئيس وليا مرطو الى السيد الرئيس مؤكدا حرص الجانب الكيني على مواصلة تفعيل العلاقات المتميزة بين البلدين في جميع المجالات وهو ما سمنه السيد الرئيس مؤكدا اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع كينيا باعتبارها مثالا للتعاون بين الاشقاء في القرى اضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء تناول موضوعات التعاون المشترك في ضوء حرص البلدين على تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات العسكرية والامنية كما تم تطرق الى تطورات الاوضاع الدولية والاقليمية لسيما في قطع غزة والبحر الاحمر والقرن الافريقي واثارها على السلم والامن بالقرى الافريقية حيث اشد الوزير الكيني بالدور المصري الرشيد في ترسيخ الامن والاستقرار بالقرى مؤكدا حرص بلادي على التنسيق والتعاون بما يلبي المصالح المشتركة ويعزز العمل الافريقي المشترك على مستوى القارة ككل كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من لجنة شؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني برئاسة نائبة أليسيا كيرنز رئيسة اللجنة وبحضور السفير جارس بيلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الوفد البريطاني حرص على الاستماع لرؤية السيد الرئيس بشأن الاوضاع الاقليمية خاصة في قطاع غزة حيث عرض سيادته مستجدات الجهود المصرية للتوصل الى اتفاق حول وقف اطلاق النار وتبادل المحتجزين وانفاذ المساعدات الانسانية للقطاع مؤكدا اهمية طلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الاصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الانسانية التي يتعرضون لها ومنوها الى دور مصر في حج وادخال المساعدات الاغاثية عبر منفذ رفح البري بالاضافة الى اسقاط المساعدات جوا للمناطق المتأسرة بشدة من الصراع في شمال غزة وقد شدد سيد رئيس في هذا الصدد على ان الوضع الانساني في غزة لا يحتمل مزيدا من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف اطلاق النار وفي ذات السياق اوضح السيد رئيس للوفد البريطاني ان الحالة الدائمة والعادلة للتوتر في الشرق الاوسط يكمن في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية كما اكد السيد رئيس خطورة تساعي محاور وجبهات الصراع بما يهدد الامن والاستقرار الاقليمي برمته لافتا في هذا الاطار الى الاوضاع الامنية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب اللقاء تطرق كذلك الى تطورات الازمات القائمة في عدد من دول الاقليم حيث اكد السيد رئيس ان تدعيم بنيان الدولة الوطنية بالمنطقة ومساندة مؤسساتها الوطنية نحو التماسك والوحدة يعد السبيل نحو تحقيق الاستقرار ومكافحة الارهاب بفعالية مؤكدا دور مصر الداعمة والمساندة للدول الشقيقة في المنطقة لتحقيق تطلعات شعوبهم نحو الامن والاستقرار وتجاوز هذه الحقبة القاسية من الازمات الخطيرة التي عصفت باستقرار الشعوب ومقدراتها وقد اعربت السيدة رئيسة لانجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني واعضاء الوفد عن تقدير بلادهم البالغ للدور المتوازن والمسؤول الذي تقوم به مصر سياسيا وانسانيا لاحتواء الاضطراب والتوتر والصراعات بالاقليم كما اكدوا موقف المملكة المتحدة بشأن ضرورة التوصل لوقف مستدام لاطلاق النار في قطاع غزة وفتح افاق السلام بالمنطقة مشددين على دعمهم لجهود مصر في هذا الصدد اللقاء تناول ايضا العلاقات السنائية بين البلدين في ضوء ما تشهد من تطور ايجابي متواصل على الاصعيدة كافة اكدت سيد انتصار السيسي قارينة رئيس الجمهورية تقديرها البالغ للمرأة المصرية التي تعد مصدر الهام ورمزا للتميز والعطاء وقالت سيد انتصار السيسي في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اود ان اعبر عن بالغ تقديري للمرأة المصرية التي تعد مصدر الهام ورمزا للتميز والعطاء واكد على التزامنا بالعمل جنبا الى جنب مع كل امرأة مصرية من اجل بناء مستقبل مشرق يعلي من شأن المرأة ويحتفي باسهاماتها القيمة في كافة المجالات واضافت قارينة رئيس الجمهورية ان مسيرة تمكين المرأة هي مسيرة الامة باكملها نحو النمو والتطوير اكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان مصر وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي موضحا ان البرنامج تمت زيادته من 3 مليارات دولار الى 8 مليارات دولار بالاضافة الى انه ومع التوقيع سنتمكن من التقدم الى صندوق الاستدامة البيئية المعني بموضوع التغيرات المناخية لكي نحصل على قرد اخر في حدود المليار او 1.2 مليار دولار بحيث يكون اجمالي والمجموع الخاص بالبرنامج المتكامل مع الصندوق الشق المالي 8 مليارات اضافة الى 1.2 مليار دولار اي في حدود التسعة مليارات واضف مدبولي كل مؤتمر صحفي شارك به ممثل صندوق النقد الدولي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ان الحكومة تستهدف عودة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني في اجمالي الاستثمارات الكلية ومن جهتها اكدت مسؤولة النقد الدولي ان مصر التزمت بتقديم مزيد من حزم الانفاق الجماعي للفئات الهشة فضلا عن العمل على تحسين الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية من جانبه اعرب حسن عبدالله محافظ البنك المركزي عن شكره لفريق عمل بعثة تندوق النقد الدولي لتعاونها المثمر مع مصر مؤكدا اننا نعمل على احتواء التضخم ووضعه على المصاري النزولي وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد رأس اجتماع الحكومة الاسبوعية واشهد بالقرارات المهمة التي اتخذها البنك المركزي واشار الى ان هذه القرارات تأتي في اطار مواصلة جهود التحول نحو اطار مرن لاستهداف التضخم مع السماح لسعر الصرف ان يتحدد وفقا لالية السوق واضف رئيس الوزراء ان هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف وهو اجراء بالغ الاهمية يصهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الاجنبي مؤكدا ان القضاء على السوق الموازية من المرتقب ان يصهم في تبح جماح التضخم قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ان الدولة لن تتردد في اتخاذ اية اجراءات لمواجهة التضخم كما اكد انه تم تأفير الدولار بكميات كبيرة من خلال الجهاز المصرفي جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي ووجه حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الشكر لجميع البنوك وفريق عمل البنك المركزي على جهودهم خلال الفترة الصعبة الماضية واكد عبدالله ان البنك يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية وقال ان وجود سعرين لصرف العملة مرض عانت منه الدولة وكان من المخاطر الاقتصادية التي كان لابد من مواجهتها مشيرا الى اهمية اجراءات توحيد سعر الصرف لمواجهة ارتفاع الاسعار واضف محافظ البنك المركزي انه سيتم اتاحة تأسيولة دولارية لتوفر السلع ودعم سعر الصرف مؤكدا وجود تدفقات نقدية بالعملة الاجنبية مهمة للاقتصاد المصري عقب الاجراءات التي يتم تنفيذها واكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على استقرار الاسعار على المدى المتوسط وتحقيقا لذلك يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو اطار مرن لاستهداف التضخم